العصف الذي احدثه انفجار مرفى بيروت منذ اكثر من سنة لا يزال يتفاعل في اروقة السياسة اللبنانية فالمصالح الداخلية والخلافات السياسية تطيح التحقيق في الانفجار فاريس المعنية مباشرة بالملف اللبناني تعرب عن اسفها لتعليق التحقيق في انفجار المرفى اسف فرنسي يأتي بعد بيانين من الامم المتحدة يدعوان لضرورة استمرار التحقيق بشفافية وسرعة فهل ينجح الضغط الدولي في الدفع نحو كشف الحقيقة ام ان الخلافات السياسية والمصالح الضيقة لبنانيا اقوى من البيانات الدولية لمناقشة هذا الموضوع معنا من بيروت الناشطة السياسية بارع الاحمر معنا ايضا مسؤول العلاقات السياسية في مكتب نائب رئيس التيار الوطني الحر الاستاذ ميشيل ابو نجم مرحبا بضيفي استاذة بارع مساء الخير دعيني ابدأ معك اولا هل يمكن القول انه عمليا وفعليا تحقيق القاضي بيطار اصبح في حكم المنتهي تقريبا ليس بعد مساء الخير استاذ مهند لا ليس بعد لان هذا يتوقف على قبول طلب الرد وهذا امتحان القضاء اللبناني لا يمكن القول ان التحقيق توقف وانه تم تنحية القاضي بيطار تعليق انا اسمي هذا تعليق لعمل القاضي بيطار وهذا يتوقف عليه وعلى القضاء اللبناني استاذ ميشيل مساء الخير ما رأيك هل يمكن اعتبار مرحلة القاضي بيطار انتهت لكل الاسباب العملية وربما يكون امامنا مسار اخر مختلف مع قاضي ثالث ينظر في هذا الملاف مساء الخير لك استاذ مهند وللأستاذ بارعة في الحقيقة لا شك ان التحقيق في انفجار المرفأ يواجه تحديات منذ ان كلف القاضي صوان وايضا منذ ان تابع القاضي بيطار عمله يواجه تحديات من قبل بعض القوى السياسية او بعض الوزراء المشتبه بهم او المسؤولين الملاحقين الذين لا يريدون المثول امام التحقيق لكن الجزم بان التحقيق انتهى لا يمكن القول به الان هو يواجه تحديات المهم ان يكمل القاضي بيطار عمله التحقيقي يعني في النتيجة التحقيق لا يعني الادانة لا يعني اصدار الاحكام ومن هنا السؤال يعني لماذا الخشية سيد ميشيل اذا كان التحقيق بالفعل لا يعني الادانة لماذا يخشى هؤلاء المسؤولون من المثول امام المحقق يعني اذا كان الشخص ليس لديه ما يخشى او ما يخفيه لماذا يخشى الظهور امام المحقق برأيه انا برأيه هناك سبب عميق وهو ان القوى السياسية او بعض الشخصيات السياسية غير معتادة على ان يمارس القضاء اللبناني عمله حتى النهاية في كشف الحقائق وماذا حصل من جرائم في لبنان اليوم لدينا قاد مشهور بنزاهته لا احد في لبنان يمكن ان يثير اي استفهام على عمله هو مشهود له بالنزاهة وبالمتابعة القضائية لنتركه يتابع عمله اليوم ايضا اصدر يعني غرد رئيس الجمهورية اصدر تغريدة يدعو الى استكمال تحقيق القضاء وانا بصراحة منذ يومين كنت لدى فخامة الرئيس واي يدى في شكل واضع استكمال عمل القضاء حتى النهاية لكشف الحقائق لان ذلك لا يعني استكمال عمل القضاء ام استكمال عمل القاضي بطار ما فيه فرق كبير استاذ ميشيل لا نحن نتكلم يعني استكمال عمل القضاء يعني عمل القاضي بطار لانه هو اليوم المكلف باستكمال التحقيق في انفجار المرفع لذلك لا داعي لاستباق الامور ولا داعي لوضع العرقيل خاصة انه اذا اراد مجلس الوزراء تعيين محقق عدل اخر فهذا يستدعي مسارا قضائيا جديدا ومسارا سياسيا جديدا وندخل في دوامة مفرغة مع ما يثيره ذلك من احباطات لدى اهالي ضحايا الانفجار طيب استاذ بارع ما رأيك الرئيس عون يؤيد استمرار القاضي بطار في عمله رئيس الوزراء بالامس سيد نجيب ميقاتي ايضا قال شيء مشابه انه يريد ان يواصل السيد بطار عمله اين العقدة برأيك هل بالفعل الجهات المتضررة من استمرار عمل القاضي بطار هي التي لها اليد العليا اليوم في لبنان ما في شك انه نعرف جيدا من له اليد العليا في لبنان وهو حزب الله هو الذي يحكم بالبلاد يعني لا اريد ان اتهم لست القاضي ولكن اليوم هو التحدي للقضاء لجسم القضاء برمته ما يحصل وهذه محاولة ضغط لتغيير مجرى التحقيق لكسب الوقت وتغيير مجرى التحقيق وهذه برأي فرصة للقضاء اللبناني ليثبت ليدافع عن شرفه عن كرامته ويثبت انه قادر ان يواجه هذه فرصة يعني يجب ان لا يفبطوها القضاء اللبناني ويجب ان يستعيد ثقة اللبنانيين لان اللبنانيين فقدوا الثقة بمعظم هناك استثناءات طبعا هناك قضاة شرفاء ولكن اللبنانيون فقدوا الثقة بالقضاء اللبناني لانه تواطأ مع السلطة مع النظام لسنوات وغطى على ملفات الفساد وبرأة مجرمين فهذا الضغط اليوم يعني من تقدم بطلب الرد ضد القاضي بيطار يعرف جيدا انه تقدم بهذا الطلب امام محكمة غير مختصة يعني يعرف جيدا فالهدف ليس تنحية اولد القاضي بيطار الهدف هو كسب الوقت للوصول الى مرحلة استعادة حصنة النواب وربما أنا بلاقي لتغيير مسجأ التحقيق بس انت اشرت الى حزب الله تحديدا ساذة بارعة بس مش بس حزب الله الذي يعني يحاول تغيير مسار هذا التحقيق لانه يعتبره مسيس هناك جهات اخرى وزير الداخلية السابق الذي طعن في وضع القاضي بيطار وجهات اخرى نادي رؤساء الوزراء السابقين ايضا له موقف يعني ليس هناك جهة واحدة بعينها تحاول ان تعرقل بين قوسين عمل هذا القاضي هناك جهات كثيرة من خلفيات كثيرة وفي بعضها بالاحيان يعني تكون متناقضة سياسيا كيف نفسر ذلك صحيح صحيح انا اشرت لحزب الله عندما قلت حضرتك انه من يتخذ القرار في لبنان من هو الحاكم في لبنان هذا كان قصدي يد العليا هذا كان قصدي انا لم اقصد انه وحده حزب الله يعرقل جميع المتهمين هم بيسوا بعد مدانين يعني متهمين يعتبرون ان استدعاء قاضي لتحقيق في جريمة العصر يعتبرونه تعدي على كرامات لانه كلهم متورطون بطريقة او باخرى ولا احد يريد الكشف عن هذه الجريمة ولن يكشف عن هذه الجريمة ابدا يعني اللبنانيون واهالي الضحايا امامهم نضال شاق وطويل لانه لن يتم الكشف عن هذه الجريمة ابدا سيتم العرقلة وكسب الوقت وبعد شوي في الانتخابات والمجتمع الدولي يعني ما عم يتمنى طيب سنتحدث عن المجتمع الدولي بعد قليل استاذ بارع ولكن اود انتهي من هذا الجانب المحلي يعني واضح استاذ ميشيل انه هذه الطبق السياسية وهذه الشخصيات السياسية على الاقل لا تعير الكثير من الاهتمام ولا الاحترام حتى للقضاء في لبنان هناك شخصيات اصلا تجاهلت الدعوة للمثول ولم تظهر ويعني خالفت بشكل واضح يعني الكثير من القوانين في هذا الشأن هل هناك احد من هؤلاء يعير اي اهتمام او اهمية لعمل القضاء في لبنان اليوم من المعروف استاذ مهند ان معظم القوى السياسية وخاصة ذلك التي حكمت منذ العام 92 انها لا تعير اهتماما لا للدستور ولا للقانون ولا لأي شيء قانوني او حقوقي سبق ان مددوا لرئيس الجمهورية في عهد السيطرة السورية مددوا لمجلس النواب وبطبيعة الحل ليعتبرون انفسهم انهم فوق المساءلة وفوق المحاسبة وفوق القانون وفوق القضاء في الوقت ذاته هناك شوائب كثيرة في عمل القضاء انا لا اشير بطبيعة الحل صمح الله الى عمل القاضي بيطار ولكن هناك الكثير من الاشارات ومن الكلام لدى قوة سياسية او لدى قوة مجتمعية عن ان اقله الكثير من القضاء مقصرون في متابعة ملفاتهم لبل ان البعض يتحدث عن شبهات فساد هذا سائد في الاوساط السياسية والاعلامية المهم اليوم ان يعني يتابع القاضي بيطار عمله ان يمتثل تلك الشخصيات تمتثل الشخصيات السياسية والقوة السياسية امام القانون وامام القضاء لان ذلك لا يعني الادانة في الوقت نفسه يعني هناك ربما بعض الملاحظات التي يمكن استدراكها بمعنى البعض يتحدث عن مسألة التسريبات الاعلامية او الايحاء بان هذه الشخصيات هي مدانة مسبقا قبل ان تأتي الى التحقيق اعتقد ان استكمال عمل التحقيق بحرافية ومهنية كما يفعله اساسا القاضي بيطار والتزام بالقوانين المرعية هو ما يؤمن الشفافية المطلوبة امام الشعب اللبناني وإلا في حال عدم الالتزام بهذه المعايير فهذا سيدخلنا في انفاق سياسية وصراعات تتخذ طابعا مذهبيا او يحاولون الباسها طابعا مذهبيا وطائفيا من اجل الهروب من سيف المساءلة والمحاسبة ونصبح ايضا امام تدخل دولي في مسألة القضاء وبالتالي القوى السياسية المتضررة او شخصيات المتضررة تبدأ باثارة الغبار حول هذا الموضوع واستحضار مثل التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري او قضايا الاغتيالات وما وصلت اليه المحكمة الدولية بعد عشر سنوات او اكثر من تلك الجرائم بالتالي اهمية هذا الموضوع ان لا ندخل في هذا النفق ان لا نستدرج الى تدخلات دولية وبالتالي من المهمة اذا القضاء المحلي عاجز عن القيام بمهمته بحرية بحياد بموضوعية بشفافية لا يبقى هناك غير القضاء ليس عاجزا لا عاجزا او معجزا خلينا نقول يعني من قبل قوة كثيرة اذا كان غير يعني اذا كان القضاء ليس بمقدوره القيام بعمله بالشكل الامثل لا يبقى سوى يعني خيارات اخرى من بينها التحقيق الدولي والقضاء الدولي ما رأيك استاذ بارع؟ ليس هناك خيارات اود ان اضيف بالنسبة للقضاء ذكرت سيد مهند عدم رغبة امتسال السياسيين امام القضاء هذا هيبة القضاء في لبنان سقطت يعني اذا كانوا السياسيين لا يحترمون القضاء فانا باعتزر يعني بس هذا واقع هذا غلطت القضاء لانه كمان شارك في الفساد وغطى على الطبقة السياسية المنظومة التي اوصلت لبنان الانهيار بس هذا اتهام خطير السياسي بارع يعني القضاء شارك في الفساد هذه هذا واقع تهمة كبيرة تواطأ تواطأ يعني لا ابدا يعني انا مسؤولي عن كلامي وكلنا بنعرف هالشي تواطأ لانه لو القضاء لم يتواطأ لما وصل لبنان الى ما وصل اليه من الانهيار لو لم يخفي الملفات في الجوارير القضاء لكان كان في محاسبة عدم المحاسبة خلال عقود سبب القضاء ان القضاء لم يقوموا بواجبهم وهم فقدوا احتراهمهم وفقد القضاء هيبته وهذه فرصته فرصة القضاء اللبناني ليعيد هذه الهيبة لانه لا خيار لنا لن نذهب الى محكمة دولية لارد على سؤالك لا يمكن لانه انشاء محكمة دولية استاذ مهند يتطلب شرطين الاول ان توقع المتحدة مجلس الامر مع الدولة اللبنانية معاهدة معاهدة تفرض تعديل في الدستور كي يسمح الدستور اللبناني لقضاء غير لبناني بالبت بجريمة وقعت في لبنان اولا وهذا لن يحصل الدولة اللبنانية لن تفعل هذا والخيار الثاني ان يلجأ مجلس الامن الى الفصل السابع ويعتبر ان جريمة المرفأ محكمة خاصة بس كي تنشأ هذه المحكمة الخاصة يجب ان يعتبر المجلس الامر ان هذه جريمة ضد الانسانية او انها جريمة تهدد السلم العالمي صحيح وهذه اجراءات معقدة الى حد كبير ونذكر تماما ما جرى فيما تعلق باغتيال الرئيس رفيق الحريري وكيف اخذت هذه المسألة الكثير من الوقت والجهد وكان هناك الكثير من التعقيدات طيب نعود استاذ ميشيل الى مسألة هيبة القضاء التي اشرت اليها الاستاذة بارعة يعني اليوم البعض يقول في لبنان هناك مؤسستان لسا لديهم بعض الهيبة بشكل من الاشكال القضاء والمؤسسة العسكرية اذا بالفعل فقد عفوا اذا بالفعل اقول الجيش المؤسسة العسكرية صحيح اذا فقد القضاء هيبته هذا يعني هذا يعني انهيار رقل اساسي من ما بقي من منظومة الحكم في لبنان اليوم اولا لنقول يعني ان هيكل القضاء متضرر او متصد يعني هناك دربات لاحقة بسمعة القضاء للأسف هذا هو واقع الحال لكن يبقى هناك قداط شرفاء نزهون يتابعون ملفاتهم نحن نذكر قبل فترة عندما قامت بواجبها القاضية غادة عون مثلا كيف قامت القيامة وهنا لسنا في معرض الدخول في سجلات وانتماءات سياسية ولكن اقله في مسألة تهريب الاموال وكيف حصلت اقله هناك جهد حصل في هذا الموضوع طيب اليوم اليوم القاضي يتابع ملفاته أو ملفه بحرفية وبإتقان ويصر على معرفة الحقيقة وهو قاد جريء ونزيه ولا غبار عليه كما تجمع على ذلك معظم القوى السياسية ومعظم الأوساط السياسية والقانونية في لبنان لذلك يجب أن نتركه يعمل حتى لو كانت هناك ملاحظات حتى لو كانت هناك شوائب وإن كانت هذه الشوائب حقيقية إن حصل استدراك لها من قبل القاضي بيطار وأخذ بها فهذا سيدفع التحقيق قدما وهذا سيزيد من نزاهة التحقيق في انفجار المرفأ ومن شفافيته اليوم المشكلة الجريمة ليست تطال أشخاص مع احترام لكل الشخصيات السياسية التي سبقها واستشهدت أو قدت في انفجارات وتأثيرها ولكن هناك يعني اليوم مجتمع بأكمله ضربة في بيروت وتصدع اجتماعيا واقتصاديا وماليا وقضى المئات والعشرات يعني وجرح يعني مجتمع كله تشظى فبالتالي إن لم نصل إلى حقيقة في هذا الموضوع فهذا سوف يزيد من الاقتصامات الدقيلية اللبنانية ومن يأس اللبنانيين الذين هم يعني يأسوا بسبب الانهيار المالي والاقتصادي فكيف بالحري عندما لا نحقق العدالة في انفجار بهذا الحجم هناك يعني كباش اليوم بين القاضي بيطار وبين الكثير من القوى والشخصيات السياسية الدعم الذي يمكن أن يوفره المجتمع اللبناني ونخب هذا المجتمع للقاضي بيطار وبطبيعة الحال بعض الدعم الدولي إضافة إلى ما يمكن هو أن يراه من مثلا يمكن تصحيحه من ملاحظات في الأداء وخاصة في مجال يعني البعض يأخذ عليه مثلا مسألة التسريبات الإعلامية وما إلى هناك حول حول عمل القضاء وحول سير سير التحقيق يمكن أن نصل إلى نتيجة أنا لا أجزم بهذا الموضوع بأننا سنصل إلى نتيجة إيجابية فالكثير من القوى السياسية بالمرصاد وهي مستشرسة ضد القاضي بيطار ولكن نقول أن التحقيق مع هذه الشخصيات لا يعني إدانة فلتذهب إلى التحقيق ولنرى بعد إذن ماذا سيحصل هذه النقطة الأساسية يعني شخصيات وهي بريئة أستاذ بارعة لماذا اسمح لي أن أمرر أمرا بس أستاذ محمد لماذا ترفض هذه الشخصيات المثول أمام قادة التحقيق إذا يعني إذا ليس عليها أي غبار إذا لم تكن يعني خائفة من شيء ما أو إذا لم تكن ضالعة بشكل من الأشكال أو عارفة أو عالمة بما جرى في المرفع يعني لماذا الخشية من المثول أمام قادة التحقيق في هذه المرحلة المبكرة هذه ليست محكمة يعني في نهاية المطاف أستاذ بارعة لأن الكل متورطون لأنهم متورطون بشكل أو بآخر والمطلوب أن يصدر القادة بطار اللائحة الاتهامية فورا أنا لن أعرف إصدار اللائحة الاتهامية لا تأتي إلا في مرحلة لاحقة من التحقيق يعني التحقيق يسبق هذه المسألة يجب أن يكتمل التحقيق وبعدين بيصير فيه إصدار لوائح اتهام بس بمجرد أنه استدعى لائحة هناك لائحة من 12 اسم من النواب إذن صار عنده معطيات والمطلوب أن يصدر اللائحة الاتهامية كي نعرف ما الذي حصل لماذا يرفضون المثول لأنهم كلهم متورطون كل من تعاقب على الحكم يعني عمل غلطة بمكان ولا يريدون أن يكشفوا أي من هذه الأغلاط وهذا القادي طبعا هم يدعون لأسادة بارعة بأن هناك تسييس لهذا التحقيق بأن هناك انحياز ضد بعض الشخصيات هذا ما تقوله هذه الشخصيات التي ترفض هذه الأغنية نعم طيب خلينا نحك عن الموقف الدولي في الوقت المتبقي أسادة بارعة وأستاذ ميشيل اليوم كان هناك موقف من الخارجية الفرنسية أنكلير ليجندير أعتقد هذا اسمه الأخير المتحدثة باسم الوزارة تقول اللبنانيون لديهم الحق في معرفة ما جرى وينبغي على القضاء اللبناني أن يكون قادرا على العمل بشفافية تم بعيدا عن أي تدخل عسكري تضيف أيضا المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية تقول الأمر متروك للسلطات اللبنانية للسماح بمواصلة التحقيق بحجد كل الموارد المالية والبشرية اللازمة حتى تتمكن من تسليط الضوء على ما حدث في الرابع من أغسطس وتلبية التوقعات المشروعة للشعب اللبناني أستاذ ميشيل يعني موقف قد يسميه البعض موقف رفع العتب يعني طيب يجب أن القضاء يأخذ مجراه وكل هذه الأمور وينبغي أن يكون القضاء اللبناني قادرا على العمل بشفافية لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر كما يقول البعض هل ترى أي تأثير لمثل هذه المواقف الفرنسية أو مواقف أخرى دولية صدرت عن الأمم المتحدة أو عن أطراف أخرى يعني إن لم يحصل إن لم يكن هناك رد فعل دولي سيقول البعض إن الدول الغربية أو القوى العالمية قد تخلت عن لبنان ولا تدعم القضاء اللبناني ونحن بحاجة إلى دعم هذا القضاء في الوقت الذي يتعرض فيه لدغوط من القوى السياسية اللبنانية هذا أمر جيد بكل الأحوال لكن اسمح لي أن أقول أن التدخل الدولي أو المواقف الدولية قد يكون لها جانبان إيجابي وجانب سلب جانب إيجابي هو الوقوف إلى جانب لبنان والسلطات القضائية في تحقيق نزيه وشفاف في أكبر قضية انفجار عارفها لبنان وفي الوقت ذاته قد يكون له تأثيرات سلبية بمعنى استغلال القوى السياسية وشخصيات السياسية المتضررة من هذا التحقيق والقول أن هناك انحيازا دوليا وأن هناك تدخلا دوليا لتبرر تهربها من التحقيق أنا أود أن أشير إلى أمر في الوقت المتبقي اسمح لي بأن هناك جوانب الإهمال الوظيفة في هذا الانفجار وفي ما حصل في انفجار المرفأ بطبيعة الحال ولكن اللبنانيون يريدون أن يعرفوا أيضا من أين أدخلت هذه المتفجرات يعني لماذا مقيت كل هذه السنوات إلى أين ذهبت إلى أين كان يراد تهريبها يعني أفترض أن هذا جزء من التحقيق سيد ميشير يعني هناك جوانب جرمية نعم أفترض أن هذه النقاط التي تتحدث عنها يعني أكيد هي جزء من التحقيق نعم هذه أسئلة ينبغي علينا الإجابة عليها وليس فقط الحديث عن الأهمال الوظيفة الأهمال الوظيفة مهم ولكن الغاية من أحضار هذه المتفجرات والاحتفاظ بها ومعرفة أبعادها كيف كانت ستستخدم هذا مهم جدا بالتوازي مع مسألة التقصير في الأهمال الوظيفة طيب أستاذ بارعة الأستاذ ميشيل أشار إلى مسألة يعني هناك جوانب إيجابية ربما وجوانب سلبية لأي تدخل دولي في لبنان أنا لا أدري ما المقصود في ذلك عندما يأتي الرئيس ماكرو مثلا ويجمع كل الطائم اللبناني السياسي ويجتمع به يعني هل هذا جانب سلبي أم جانب إيجابي ما المانع أن يتدخل المجتمع الدولي ويقول يجب أن يكون هناك قضاءا نزيها في لبنان للنظر في هذه المسألة أنا موافقة معك يجب أن يتدخل وأنا لا أريد أن أسميه تدخل هذا ضغط مشروع دولي ولكن المجتمع الدولي يعني غير مهتم لديه كرة نار في أمكان أخرى والزمن زمن تسويات وتدوير زوايا وتهدئة المناخ إقليميا ودوليا ليس مناخ مواجهة هو مناخ تسويات والمجتمع الدولي لن يقول أكثر كما قلت أستاذ مهند يعني هذا بيانات رفع عتب يعني المنصقة للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يطلبون يتمنون يحثون الدولة اللبنانية المجتمع الدولي لن يفعل أكثر وليس المطلوب أن يفعل أكثر لأن الآن المطلوب أن القضاء اللبناني أن ينقذ لبنان كما أنقذ القضاء الإيطاليين إيطاليا بالتمانينات من المافيا على قضاء اللبناني أن يواجه ولكن هناك الكثير بمن دفعوا أثمان ربما تذكرينا أستاذ بارع صحيح ولكن اليوم أنا تفاجأت حقيقة بهذه الأعداد الهزيلة التي خرجت في التجمع الذي كان من المفترض أن يحصل أمام محكمة العدل يعني وكالات الأنباء Associated Press تتحدث عن مئات يعني أعداد قليلة نسبيا لماذا عدم الاكتراث الشعبي واضح يعني أنه هناك لم يكن هناك استجابة كافية من قبل الناس أستاذ بارع في هذا الموضوع لماذا برأيك هذا ليس عدم اكتراث اللبنانيون متألمون لا متألمون في بيوتهم ولكن هناك الآن يعني داعي نعم للتعبير عن الموقف بشكل أقوى كما يقول البعض نعم التدمير التدمير المجتمعي الممنهج الذي مارسه هذا النظام بحق الشعب اللبناني وأنا لا أبرر أنا أشرح يعني حالتك فجأت أنا لم أفاجأ أبدا الشعب اللبناني منهك ويائس يعني بعد كل الانتفاضة من 17-20 شعر اللبنانيون أنهم لا يمكن ليس هناك ما نفعله ولا شيء يمكن أن يعطي نتيجة وربما ليس كل اللبنانيين ولكن قسم كبير منهم لأنه لا مجال للتغيير أو التطور بلبنان بظل هذا النظام القمعي اللبنانيون ضربوا في الشوارع وقتلوا وثم جاعوا وأنهكوا الشعب اللبناني مدمر ومنهك لذلك القضاء يجب أن يتحمل مسؤوليته أنا لم يفاجئني العدد الزهير لهزيل لأنني أعرف أن الناس تعبت وهذا كان المقصود يعني هذا ما فعله النظام أنهك أخذ كل الطاقة من الناس كي ينفذ ويتبق ما طيب يعني قد يكون مفهوم أستاذ بارع قد يكون مفهوم أنه الناس متعبة يائسة محبطة أستاذ ميشيل ولكن هذا أيضا البعض يقول يوفر هذا الغطاء لهؤلاء الساسة الذين يرفضون التعامل أو التعاون مع مسار التحقيق عندما يرى الساسة أن الشارع غير مقترث بما فيه الكفاية هل هذا يوفر لهم يعني المبررات والذرائع اللازمة لاتخاذ مثل هذه المواقف التي يتخذونها أستاذ ميشيل باختصار في الحقيقة أن يعني غالبية الشعب اللبناني تؤيد معرفة الحقيقة وهي تمقط وترفض تصرف بعض هذه الشخصيات السياسية التافهة في طريقة تعاملها مع القضاء اللبناني لكن المشكلة أن تجهيش للتحركات الشعبية هذا اليوم يتطلب متطلبات عدة شعب اللبناني يعاني من أزمة البنزين ومن أزمة الغذاء ومن أزمة انقطاع الدواء يعني هو ملتهم بأموره اليومية الحياتية الملحة لذلك لا نستغرب يعني عدم المشاركة في هذه التحركات المهم يعني رمزية هذه التحركات مؤثرة صحيح أن مشاركة يعني مشاركة قطاعات شعبية واسعة أو حشود شعبية في هذه التطهورات قد يزيد من الضغط على القوى السياسية والشخصيات السياسية المتورطة والمعنية لكن لا يمكن لهم الشعب اللبناني بأي حال من الأحوال نحن نرى عدم مشاركة من الشعب اللبناني في التطهورات مثلا أمام المصارف أمام القوى المصرفية والقوى المالية يعني بعد كل ما حصل من أزمات الكورونا ومن الأزمات البنزين من الطبيعة أن نرى هذا المشهد هل يمكن أن تستفيد القوى السياسية التي تغطي تلك الشخصيات بطبيعة الحال هي يعني تبرر لهذه الشخصيات تقصيرها وهي تريد أن تحميها قدر الإمكان لأنه للأسف في لبنان أن استهداف شخصية معينة تعتبر هذه القوى السياسية استهدافا لها وتلعب التوازنات الطائفية والمذهبية دورها في هذا المجال فيقولون لماذا استهدف هذا المقام ولم يستهدف ليستدعى مقام آخر للأسف المهم استمرار الضغط إن كان رمزيا أو غير رمزيا المهم استمرار الضغط الشعبي والإعلامي ونخبوي الدعم للقضاء في تحركه لمعرفات الحقيقة شكرا جزيلا لأستاذ ميشيل أبو نجم مسؤول العلاقات السياسية في مكتب نائب رئيس التيار الوطني الحر كان معنا من بيروت وأشكر ضيفتنا من هناك أيضا الناشطة السياسية الأستاذ بارع الأحمر شكرا جزيلا لكم